الأمم المتحدة تسخر أموال المساعدات الدولية المقدمة لضحايا الحرب في ترسيخ أقدام الميليشيا الانقلابية بشمال البلاد فقد أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في بلاغ صحفي الثلاثاء عن تقديمه 20 سيارات رباعية الدفع للحوثيين لدعم الجهود الجارية في الحديدة لنزع الألغام الخطوة الأممية ووفقاً لما جاء في البلاغ الصحفي بنيت على قناعة كاملة بأن الأمم المتحدة إنما تتعامل مع من تعتبرهم شركاء لها في الجانب اليمني في مجال نزع الألغام في إشارة صريحة إلى النسخة غير الشرعية من برنامج نزع الألغام الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء المنحة الأممية المقدمة للإنقلابيين مثلت خطوة صادمة أخرى للجانب الحكومي أضيفت إلى الخطوة السابقة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة ووفرت من خلالها غطاء للانسحاب الحوثي وحادي الجانب من موانئ الحديدة في ظل غياب رقابة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق عادة الانتشار ما دفع الفريق إلى رفض الانسحاب بهذه الكيفية والتشكيك في مصداقيتها من الأساس وزير الإعلام معمر الإرياني علق على هذه المنحة واصفاً إياها بالفضيحة الأممية وبالاستهتار الخطير بأرواح اليمنين معبراً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن السيارات العشرين ستوجهها الميليشيات لدعم عملياتها القتالية ولتصعيدها في محافظتي الضالع والحديدة الوزير الإرياني أكد أن الميليشيا منذ انقلابها على سلطة الشرعية قبل أربعة أعوام لم تعلن عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهر بعض قياداتها عبر وسائل الإعلام وهو يحتفي ويتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين تتركز المنحة الأممية الجديدة للحوثيين والتي سبقتها منح بملايين الدولارات للمركز ذاته الذي يشرفون عليه في صنعاء على نزع الألغام في الحديدة وسط شكوك في جدية الحوثيين بالفعل في نزع الألغام التي يرونها خط دفاع أساسي على وجودهم في الحديدة وموانئها وفي خطوة متأخرة كان الرئيس هذه قد عين قبل عامين العميد الركن أمين العقيل مديرا تنفيديا للبرنامج الوطني لنزع الألغام والذي لا يزال يبحث مع الحكومة حتى قبل شهر تقريبا في سبل تأمين مقر رئيسيا للبرنامج ومكتبا لتنسيق أنشطته إلى جانب أوجه أخرى من الدعم المطلوب لإنجاح المهمة الكبيرة التي ينهض بها البرنامج في مسرح العمليات العسكرية على امتداد ساحة الحرب في البلاد ترجمة نانسي قنقر